اشتركوا في القناة الانسان فيه مفكرا وناطقا باللغة التي تحمل فكره قبل ان يكون صانعا بيده فهو مفكر صانع او صانع مفكر في اللحظة نفسها يبقى بيرى الدكتور زكي نجيب محمود ان الانسان هو صانع قبل ان يكون مفكر ولو كان لأحد الشقين اولوية نظرية على الاخر فالاولوية للانسان الصانع على الانسان المفكر من وجهة نظر الكاتب ان الانسان الصانع هو للأولوية وهو الافضل من الانسان المفكر لأنه بصناعاته يوفر لنفسه ضرورات الحياة الحيوانية الأولية التي سبقت كونه إنسانا ده أول فكرة معانا الفكرة الثانية بيقول وقد اشتد للتحام المواجهة في عصرنا هذا بين جانبي الفكر والعمل وظهر ما يسمى بالوحدة الاندماجية بينهما يبا في وحدة اندماجية اندماج الفكر مع العمل ظهر ولكن هذه الوحدة التي تصاحب عوامل ليست من طبيعة العقل النظري وليست من طبيعة الآياد العاملة أيضا بل هي عوامل تنبثق تخرج يعني من ينبوع مصدر آخر هو نفسه ينبوع العقائد على اختلاف ضروبها طروقها ينبوع العقائد هو الهدف تبقى عندك غاية عايزة تصلى وهدف وبتعمل من أجل هدف معين وقيمة معينة ومنها هم تلك العامل المصاحبة مجموعة القيمة التي نسير على هداها على طريقها وعلى النور الذي تهدين إلي والأهداف التي نواجه السير نحوها فإذا كان الفكر والآياد كافيين وحدهم لإنجاز عمل معين فإنه يبقى أن تعلم لماذا هذا العمل المعين دون سوا ولا أي هدف هو ومثل هذه الأسئلة لا تجد الجواب إلا في ذلك العامل المصاحبة التي أشرني إليها فهي وحدها التي تجعل للحياة العاملة معنا وذلك لأن العقل والعمل كليهما تواجههما قيم إنسانية من أجل أهداف حضارية إن هذا الينبوع الآخر الذي تنبثق منه العوامل المصاحبة لدنيا العمل هو شرط أساسي لكي يكون العمل دعامة ثقافية حضارية معا إنه هو الإيمان الذي بغير يسود السأم ويسود القلق في نفوس العاملين لأن الحياة العاملة عندئذ تفقد معناها لفقدانها ما يبررها ذلك هو الإيمان بالقيم والأهداف التي تفريزها الفطرة المعينة في الحضارة المعينة فلك في مثلا أن يؤمن العاملون بأنهم إنما يعملون لا لكسب العيش وحدهم إذا ما تعملش عشان تكسب بس فقط لا تعملش منه عشان أجل المادة أنت بتعمل عشان تقدم شعبك بتعمل عشان تقدم هذا الوطن بتعمل عشان تقدم الآخرين مش عشان المادة فقط بل يعملون ليقيموا للوطن مجده أو لينشروا الرسالة دينية أو ليهيئوا لأبنائهم حياة أفضل أو ما شاء لهم موقعهم الحضارة أن يعملوا من أجلي مهما تحط في أي وظيفة يقدر يقدم أهل هذه المنطقة أقول إنه لا يكفي أن يبث في النفوس إيمانا كهذا ليجد العملون ما يبرر عناء العمل بيقول لمضاد كلمة عناء العناء هو التعم يبقى مضادها راحة أي مما يلي الينبوع الذي يقصده الكاتب ينبع العقاد هي الأهداف والقيم ينبع الإيمان في إنجاز العمل لا ينبع المال والأخلاق ينبع العقاد والقيم الإنسانية وعرفها في الفقرة التي تليها ينبع الإيمان بالفكر والعمل فقط لا أي مما يلي يقصده الكاتب الوحدة الاندماجية ينبع وحدة اندماج الفكر والعمل الوحدة المكملة للفكر دون العمل خطأ الوحدة المكملة التي تجمع بين الفكر والعمل صح حدد مما يلي أعظم دافع لإنجاز العمل كما فهمت من النص العمل الطوعي لم يذكرونه أساسا الإيمان بالفكر الإيمان بالهدف الثروة البشرية لا الإيمان بالهدف دافع لإنجاز العمل هو أن تتؤمن بهذا الهدف حدد مما يلي بما يرتبط مقياس الثورة البشرية كما فهمت من قطعة السابقة الفكر والعمل العدد الكثير كثرة الأموال القوة والشجاعة لا بيرتبط بالفكر والعمل هذه الثورة البشرية فعلا هي الفكر والعمل مما فصل الكتب يحتاج الفكر والعمل إلى قيم توجههما لأن القيم واحدة هي التي تحدد هداف العمل وأسبابه أي وذكر زيارك قيم هي التي تحدد الهدف لأن القيم تجعل الحياة العاملة معنا فعلا برضو القيم بتجعل الحياة معنا لأن العمل بدون قيم لا يعود على الإنسان بفائدة مادية ومعنوية ما يذكرش الفكر ليه بأولى والثانية حدث ترتيب الصحيح لأنصر التالية حسب وارضيها في المقال السابق الأولوية للإنسان الصنع على الإنسان المفكر دي أول حاجة ذكرت معانا دي أول جزية ذكرت في القطعة الفكر والعمل لابد لهم مجموعة من القيم لتحدد معنى هذا العمل دي ذكرت متأخرة في القطعة الوحدة الاندباجية بين الفكر والعمل دي تتعني حاجة ذكرت في القطعة الفكر والعمل لابد لهم مجموعة من القيم لتحدد معنى هذا العمل دي تريد حاجة ذكرت إيمان العاملين بقيمة ما يعملون لأنفس الموطنين درابة حاجة ذكرت يبقى ويحد ثلاثة اثنين اربعة يبقى لجابة ألف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر